في مطار بودون الدولي اجرى عاملون في الجمرك عملا وقائيا للمسافرين الذين يدخلون الصين مثل فحص حرارة الجسم ومراجعة الحالة الصحية يخضع كافة الاشخاص الذين يدخلون الصين لفحص حمد نووي من اجل حصول على نتائج باسرع وقت نستخدم مختبرات متنقلة من حيث ضمان الاقامة قامت ادارة الثقافة والسياحة في بلدية شانهاي بسياغة قائمة الفنادق القابلة لاستقبال ضيوف المعرض وعلى القائمة 1151 فندقا هذا الفندق قريب من جناح المعرض فيقيم هنا كثير من المشاريين والمشاركين في المعرض لابد لضيوف من تقديم الحالة الصحية والخدور لفحص حرارة الجسم عند نزول في الفندق يتم تطهير الردهات والمصاعد ومناطق العمل كل ساعتين تلبية لمتطالبات عمل سيطرة على الجايحة لا يمكن لعدد الاشخاص داخل الجناحة ان يتجاوز 13 قطرة استيعاب القصوى معظم المشاهدين المتخصصين الذين ادعوناهم مشترون لتهم نية الشراء وهذا يحدث ضمان حجم صفقات المتواصل اليها